كذلك الزكاة أمانة الزكاة بعض الناس وكثير من الخلق يظنون أن خراج الزكاة هذا يعني إيه تابع للحالة النفسية والمزاج إذا كان الإنسان يعني حالته النفسية جيدة والأمور مشي معاه وفيه ماله وفلسه وفيه رواجه وكذا خلاص يخرج زكاة المال أما إذا كان نفسيا مش مزبط أو الكلام ده أو يخرج يعني لا يعلم ما الذي أخرجه وما المقدار الذي عليه وما الواجب في حقه وكذا لا يعلم ذلك وما من عبد ما من إنسان يعني يكنز ذهبا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة فيكوى وجهه وجنبه وظهره كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقناه في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوق ما كنتم تكنزون إذن الزكاة أيضا أمانة والأمانة أيضا أيها الموفق الكريم كذلك صون للسان ومراقبة للسمع والبصر اللسان حذاري من اللسان كذلك من الأمانة أن تصون اللسان وأن تراقب سمعك وأن تراقب بصرك كما قال الله سبحانه وتعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْبِ بالللو وبالنهار يخرجوا ناس على خلق يتكلمون في الدين ويتكلمون في الفتوى ويصدرون كلاما وأحكاما ما ندري من أين جاءوا بها بل الأصل على خلاف ما يقولون الأصل على خلاف ما يقولون للأسف الشديد أنا أعذر كثيرا من البشر وكثيرا من الناس لأنهم لا يعلمون وقد يظنون في فلان هذا أنه من أهل الصلاح وأنه من أهل العلم وأنه من أهل التزكية وأنه من أهل الفقه لكنه باع يعني دنياه بآخرته باع الدنيا بالآخرة ولذلك أخوانا نقول أن هؤلاء يحذروا منهم ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولَا كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولَ إنسان سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى ويعني أصعب موقف وأقسى عتاب حين تعاتبك جوارحك أقسى عتاب على الإنسان ولذلك الإنسان حتى في الدنيا كلما كانت الضربة من قريب كلما كان المرضود قوي وصعب على النفس يعني إذا أخطأ في حقك إنسان عزيز عليك أنت بتحزن ومقدار الحزن يكون كبير بخلاف لو رجل من أحد الناس أو إنسان من أحد الناس أخطأ فيك ما تكونش المسألة بالنسبة لك صعبة فما بالك إذا كان الذي يشهد عليك والذي ينطق عليك والذي يكذبك والذي يعاتبك هم الجوارح فلأقول لحضرتك أقسى عتاب حين تشهد هذه الجوارح على الإنسان نشهد باللسان ويشهد العينان والأذنان والقدمان واليدان كل الجوارح تشهد كما قال الله سبحانه وتعالى يوم نختم على أفواهيم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون فلا تستطيع ولذلك الإنسان يوم القيامة يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم فيقول الله عز وجل بلى فيقول فإني لا أجيز علي إلا شاهدا مني أنا مش عايز حد يشهد علي إلا حد من أنا لا أثق في شهادة أحد فحين يختم الله عز وجل على فمك كما ذكرت الحضرتك وتنطق الجوارح وتشهد عليه الجوارح فبعد أن تشهد عليه يقول لهن سحقا لكنا فعن كنا كنت أناضل يعني كنت بدافع عنكم ولكنكم خذلتموني ولكنكم خذلتموني كذلك أيضا الأمانة أيها الإخوة أن تحافظ على الكلمة التي تخرج من فمك كلمة التي تخرج من الفم هذه كما ذكرت الحضرتك أمانة كل واحد فينا عليه مسؤولية لا بد أن يقوم بها لا تفرط في مسؤولياتك إن كنت صاحب دعوة إن كنت صاحب فكر إن كنت صاحب قلم إن كنت مسؤولا إن كنت كبيرا لا بد أن تعلم أنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ولا ريب الناظر والولي والقاضي والعامل والصانع وكل ذي ولاية مسؤول ومؤتمن أمام الله سبحانه وتعالى ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة ترجمة نانسي قنقر